فكرة الصغائر والكبائر واللمم نعم قال لي والله اللمم صغائر الذنوب أمور مستحقرة ممكن إنسان أعزكم الله يركب في المواصلة بجواره أخت فاضلة من الممكن أن يمد يده عليها ممكن من الممكن أن يقبل أو يفعل ما إلى ذلك هذه الأمور دخل أحد الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قبلت أي أنه قبل امرأة لا تحل له فسيدنا نبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه وذهب ودخل في الصلاة بمجرد أن انتهى من صلاته إذا به يقول يا رسول الله فعلت كذا قال أصليت معنا قال نعم يا رسول الله قال اذهب فقد غفر الله لك غفر الله لك آه هو دصال بس ما هو فعل مستحقرات الذنوب هذه الأمور تسمى اللمم إنسان بيتكلم كلام يعني يقول فلان هذا صفته ونعته ويتلفظ بألفاظ من الغيبة والنميمة وإن كانت من الصغائر وقيل أنها من الكبائر على قدر ما قال بدايتها اللمم بدايتها اللمم وإن غمز وإن لمز غمزا خفيفا ثم تدرج في أفعاله يزداد إثما بل اللمم والصغائر هذه إن زادت عن حدها تصير أشد من الكبائر الله إنسان ممكن عينه راحة جاية على الحرام أعظم من الذي يذهب ويفعل الفاحشة والعياذ بالله لأنه المصر نعم اعتاد عليها واستبسطها الله أكبر بدايتها عادة صحيح يعني إحنا الوقت نقدر عشان نعرف نفرق فكرة اللمم زي ما إحنا يعني مرجعيتها فكرة ما يلفظوا من قول إلا لديه رقيب عتيد كل كلمة في تقلب نتحسب عليه صحيح فأكيد مش كل كلمة بنقولها بنبقى حارسين إنها ما ديبقاش فيها أخطاء في الكلام حتى الدارج العادي في وصف الأشياء في كل حاجة صحيح فدي كده تعتبر اللمم القسم بتاع اللمم نعم الصغائر هي حاجة أعلى شوية من اللمم تدرج في المعاصي والعياذ بالله زي مثلا لو بنندي أمثلة بسيطة من الحياة أم مثلا دربت ابنها متعصبة طبعا ده فيه ظلم لكن ظلم غير مقصود ومش الظلم بالمعنى اللي هو أصل للكبائر فهي صغائر صغائر نعم نيجي بقى للكبائر عددهم إيه وهم إيه بالظلطة عشان نبقى واضحين قدامنا ونعرف علاجهم إيه صحيح الكبائر يظن البعض كما ورد أنها في الحديث أنها سبع وهناك حديث مشهور متواتر بين السادة العلماء اجتنبوا السبع الموبقات منها الشرك بالله والعياذ بالله والسحر والتولي يوم الزحف وعقوق الوالدين وأكل مال اليتيم هذه الأمور سئل عنها سيدنا عبد الله بن عباس فقال لم تكن سبعا وإنما هي سبعين وعدها إلى سبعمائة يعني ممكن توصل لسبعمائة كبيرة آه والعياذ بالله الكبائر يا سادة حينما يأكل الإنسان من مال حرام والعياذ بالله كأن يأكل مال اليتيم الذي هو في بيته أو يأكل سحت والعياذ بالله أو يأكل الربا والعياذ بالله وآكل الربا حدده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في صحيح البخاري كما رواه سامرة بن جندب في حديث الرؤية حينما رأى رجلا يسبح في نهر من دم وبجوار هذا النهر رجل آخر كلما فغرفاه ضربه أو ألقمه حجرا والعياذ بالله ليعيده ليسبح في نهر الدم آكل الربا هذا والعياذ بالله يقال له يوم القيامة قم وبارز الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم هذه الكبائر يا سادة الإنسان الذي يأتي الفاحشة والعياذ بالله الذي يزني اللواط الذي يفعل عمل قوم لوط والعياذ بالله الرجال مع الرجال أو النساء مع النساء كبائر تفضي إلى جهنم والعياذ بالله والذي لم يتب من هذه الذنوب مخلد في النار خلودا مؤقتها ليه؟ لأن بعض الناس فهم أن الإنسان إذا فعل ذنبا قفلت في وجهه باب التوبة والعياذ بالله لا إحنا دي طبعا مرحلة هندخل فيها بس الموضوع ده يعني ربنا يجازي حضرتك كل خير